أكدت وزيرة تعاون الدولي رانيا المشروط حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول قارة أفريقيا في إطاري توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائية وخلال لقائها وزير الاقتصاد الكاميروني الأمين عثمان ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن أشارت المشروط إلى أهمية عودة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكاميرونية كما بحثت تفعيل مذاكرة التفاهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسط الموقعة في وقت سابق بين البلدين كما التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشروط مع وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أرغوية أزوسينا أربليتشي حيث تباحت الجانبان بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فضلا عن مناقشة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنية والموقع بين البلدين خلال عام 2015 ترجمة نانسي قنقر